اكثر جهاز ترددت اني اشتري لينوفو زيد فايف برو جيتي اللي معالج ثمانية وخمسة وخمسين النسخة هذي ثمانية رامية وثمانية وعشين ذاكرة ترددت جدا بس قلت خانتك تكثي بالدرب على ما انصر هونغ كونغ لازم تسوي اكتفيت ما تقدر سوي باسي ما تقدر شغل الجهاز الا لما تسوي اكتفيت حركة بائخة طيب ماشي الواجهة زي واي اللي هي مطورين زوك من الاخير الهاتف في تسجيل تلقائي يعني اما تروحك الستنج راح تلقى جزء من الستنج كول ريكوردنج شأن نشأن اغلب الهواتف الصينية حشو تطبيقات صينية دعنا نشوف لكم هل روم روسيا او الهند ركب عليه او لا قبل لا يدش على موضوع الصيني انا بالله بطيطق بالصيني اول شي بعدين نشوف موضوع التحويل يعني بتونس بالصيني بشوف ما الجديد شو ستارفه بخصوص السعر السعر التالي لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون هل؟ اشتركوا بالتعلم صباحكم الله بالخير تسجيل من لينوبو Z5 Pro GT ولي مفروض أن تكون كاميرا تسيئة مفروض أقول لكم صباحكم الله بالخير من النوت 9 لماذا الخريطة الذهنية السابقة لا أستطيع تكملها مدة سنة كاملة كلما أأتي أكتب تأتيني مجموعة من المشاكل مو تحديات مجموعة من المشاكل لما أجي أكتب خريطة ذهنية متعلقة بالرزق هي الخريطة الذهنية هذه الشخصية وأنا ما بيشاركها علشان أنا مو شخص المناسب ليشاركها معاكم فكرة الخريطة هذه بشكل سريع أنا قاعدت مدة من الزمن مع نفسي قاعدت أقول شنو الأمور اللي يجيب الرزق قاعدت أجمعها يعني قاعدت أشوف محاضرات قاعدت أقرأ كتب قاعدت أدور أبحث يعني أدور شنو الأمور اللي يجيب لك الرزق بعدنا اكتشفت إنه في أمور أهم من الأمور اللي يجيب لك الرزق اللي هي الأمور اللي تمنع الرزق والقواء في موضوع الرزق ترى مو علاك الحال إن المميزات إذا عكستها تسير عيوب أو العيوب إذا عكستها تسير مميزات مو علاك الحال الخريطة هذه صلىها سنة ترى أنا قاعدت أكتب فيها وعدل فيها صلى سنة والفيرجن هذا ترى قديم أنا محثة على اللابتوب لأنها كبير حيل الحجم بس هذا بيت أيضا الأمور اللي لاحظتها في موضوع الرزق أن الرزق بعضها يكون فيه تجربة يعني بعضها أنت ما تقتنع مو مقنع الكلام لازم تجرب يعني مثل الولد الصغير اللي قدامه شمعه تقول لنار هذا يا حبيبي لا تلمسه ما يقتنع لما يلمسها ويحترق يقتنع لنا هذه نار لا تقرب لها عموما خليط هذه أنا عد ترتيبها على حسب الأولويات مرة ثانية يعني الموجود 40% زتها لي 60% بعدين حطيت أولويات بعدين قلت أنا إذا واحد سألني شو الزبدة من الناس بيتخلص بيتخلص على بالرزق سهلات بيخلص بس الزبدة شينهم كلمتين خلصني فأنا حاولت أختصرها بكلمتين أكثر شيء يجذب الرزق الاستغفار وأكثر شيء يضرد الرزق الربع وأفضل استثمار مالي ممكن تسوي لنفسك أن راتبك ما يكون عليه أقصاد وأنه أنت ما تكون مديون ومو لازم تشتري سيارة علشان تعجب فلان يعني مو لازم أقتني أشياء تعجب ناص هم أصلاً ما يعجبوني المثل المستهلك مد الحافك على قد رجولك يحتاج تكمله هو مد الحافك على قد رجولك ولكن فكر أنك تشتري الحاف أكبر عصدهني سريع أنا مرتب هذه الأمور كلها على جنب فقلت أشاركها لما تكون كاملة بمصادرها لأن أنا حاط نوت على كل نقطة من النقاط يعني أمور لا تجذب الرزق منها الزنة الآية والحديث منها بالشكل هذا بس الآن قاعدة أشارككم الأفكار أسوأ قطعة بلاستيكية ممكن تمسكها بيدك هي الكريدد كارد اللي بالماينس اللي يقول لك احنا نعطيك 1200 دينار انت تعطيني 1200 دينار انت تاخذ مني بالماينس وتترصني ربه بشكل أو بآخر من حلالي نعطيك 1200 أبعد عنها في حكمة قريتها أو ما أدري إذا كانت حكمة أو لا قريتها من بين نكة بحششين يعني كنت تقرأ نكة بحششين طبعا تقرأ 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 خمسين نكتب أن تقول ففي واحدة منهم اللي هي التجربة أو الحكمة هي المشطة اللي تعطيك يا الحياة عندما تكون قد فقد شعرك إذا ما فقد شارك للحين أنا بقدم لك المشطة هذا مبكرا طبعا أنا عندي عنصر نسائي من 4-6% متابع فمفارق معي بصراحة يعني خسارة الـ 4-6% من العنصر النسائي بالحساب مفارقة معي إذا كنت متزوج لا تعطي زوجتك كاش طلع لها فيزا مسبقة الدفع فيزا مسبقة الدفع أو ماستر كارد مسبقة الدفع يعني أنت تحط فلوسك حلالك أنت تحط فلوسك بالفيزا طلع لها وحدة بلها خاص تمام وحط فيها مصروفها الشهري وخالها تصرف لي تبي وحول لها أونلاين الأرقام اللي ينتبي لأنه ينكرنا العشير يا صديقي آخر الشهر تقول لك أنت ما تصرف على البيت أنت ما عطيتني أنت ما حولتلي أنت ما شتريتلي كل شيء يمسجل أونلاين آه حين عمنا قاد نضحك بس والله الأظيم من الأشياء اللي تاكل الرزق أنك تعطي زوجتك كاش هذا الأمر يحكي الرزقك أنت لازم تحدد مصروف ثابت للبيت ومصروف ثابت لزوجتك تمام إذا كنتم مسؤول عنها شرعان والكلام هذا تمام المفروض منك أنك تحدد الرقم هذا ما يكون مفتوح من الأشياء اللي تزيد الرزق البركة نفس راتبك نفس شغلك بس إذا في بركة فرزقك أفضل كان عندنا شخصين واحد راتب ألف دولار الثاني راتب ألف دولار هذا مع بركة هذا ما مع بركة اللي مع بركة يعيش عشاء أفضل فلازم تبحث عن الأمور اللي تجيب بركة لبيتك وأن هذا مجرد عصف ذهني ومشاركة أفكار وليست نصائح أنا ما أحب أنصح مو نصائح مشاركة أفكار قابل الخطة وقابل الصواب قابل الخطة وقابل الصواب صح اثنين هم معكس بعض خطة وصواب أيوة صح أنا كاتب أكثر من 100 نقطة في موضوع الرزق أكثر من 100 أنا متأكد لأن الأرقام اللي عندي شجرة فوق المية أكيد أنهم فوق المية مع إثباتاته ومع إذلته في بعض النقاط اللي تتعلق بالرزق من الجانب الديني لازم أرجع فيها لأهل العلم مو واحد يرد عليه بسناب لأهل العلم فأنا بعض النقاط لازم أرجع فيها لأنها مو واضحة أو تحتاج إضاحة الأمور اللي الحين بيتا تحتاج أبديت اللي هي الأمور اللي تتعلق في زيادة الرزق المكتوب هذا اللي يتم السؤال فيها أنا قريت فيها بكذا بس قريت من كتاب يعني ما قريت من أهل العلم شرعي اللي هي الدعاء يرد القضاء وهذه الأمور عملاً اللي راح أسوي أنا اللي راح أكتبها من الجانب الدنيوي أول شيء اللي هي الفزان بالوقت الإخلاص العمل الأمور المهمة جداً اللي المفروض أن أي شخص كافر إذا سواها يحصل على الأموال بعدين نتوجه للمميزات الإضافية عندك كمسلم ثم أكمل آخر نقطتين اللي هم مميزاتك كمسلم بعدين نواء الرزق ولين أختم بعدين أرجع لكم بعد شهر أو شهرين عشان نتكلم بالموضوع هذا إذا كان كامل ما فكرت في يوم الأيام أنه في واحد إن ملد غني ومات غني ما سوى ولا شيء ولا شيء يستحق أن يكون غني ما فكرت بشيء هذا قرأت المدة طويلة والله يمكن من عشر سنين في الأثر الإسلامي أو التاريخ الإسلامي بأن صحابة راح أول رفوع السلم قال يا رسول الله الأغنياء يتصدقون ويحصلون على حسنات أكثر مننا إحنا ما عندنا نتصدق فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطانوا التسبيح والاستغفار فبعد مدة جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام من جديد وقالوا له نسبح ويسبحون نستغفر ويستغفرون فهم يقدرون تصدقون طبعا فقارا ما يقدرون فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله ويؤتي من يشاء يعني فيه فضل الله يميزه لبعض الناس لذلك من شروط الرزق من شروط أنك تكون مستقر الرضا لازم تكون راضي يعني الله معطي هذاك فلوس خلاص خلاص الله معطيش أسوي له هذا اللي عند المال هو عنده جزء من الرزق ترى مو الرزق كله يعني من الرزق الصحة من الرزق للأمن من الرزق الاستقرار لا مستقراره في صباحة ترى لا لا ممكن مونا في صباحة ترى من الرزق اندرويد اخيل معاي إنه واحد الله رازقه أموال بيدايفون يا والله أشفق عليه أشفق عليه على أموال أعطيك مثال ممكن يكون المثال هذا مزعج ممكن عادي عادي يكون مزعج يا جماعة يعني من الرزق إنه المثال يكون مزعج عادي أعرف شخص عنده أموال كثيرة عنده أبناء أصيل عنده مكان اجتماعية عنده وظيفة عنده دخل ثابت عنده بيتين عنده عماير عنده يعني رجل مكانة الاجتماعية والمالية ممتازة كثير من الناس يتمنون اللي عنده فكان معاي صديق رح نسلمنا عليه في مناسبة ما أذكرها بس اللي أنا أذكره إنه صاحبي اللي كان معاي قال تصدق الله يرزقه إن شاء الله رزقه قلت وقصرة بعد هو قصير حيل ولما نسلم عليه تصدد لأنه نطوال قال لا مو قصرة بس قتأي وقصرة بعد يعني تبي تاخذ من الرجال الزين بس يعني تبي قال آله أغبطة يعني أنت أقبل هو بيكج على بعضه ممكن يكون عندك مميزات هنا وعيوب هنا عادي أمر يطول طبعا مثلا الرضا ما يعني أنك تقبل بالأمر الواقع التعييس أنت تقبل بالأمر الواقع التعييس مؤقتا بس لازم تعدله أنا راضي يا الحبيب ديونك عليك أنا راضي يا الحبيب ولدك ما يقدردكش الجامعة أنا راضي يا طيب فلوس عليك ديان عند بابك أنا راضي أهم شي الرضا لا لا ابحث عن حلول أوكي الرضا مطلوب ابحث عن حلول الشرح يطول الأمر يطول لكن هذا العصف الذهني المؤقت اللي قدمت لكم اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته النصف الأول من هذا اليوم وكمل معاكم بعد الساعة ثنتين ظهرا لما وصل هونغ كونغ بإذن الله قلت سلام عليكم أنا سلام عليكم مرة ثانية